سنقوم باستخدام المفكرة وكتابة إحداثيات نقاط تشكيل خطوط بيانية في برنامج SolidWorks سنقوم باستخدام المفكرة وكتابة إحداثيات نقاط تشكيل خطوط بيانية في برنامج ثم نستورد ملف المفكرة التي سجلنا فيها أحداثيات النقاط هذه الأحداثيات التي سجلناها في المفكرة سنقوم باستخدام المفكرة وكتابة إحداثيات نقاط تشكيل خطوط بيانية في برنامج وهكذا نكون قد استوردنا ملف مفكرة في برنامج SolidWorks